أكد وزير الخارجية الروسي سرقيل لفروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض محذرا من خطر فعليا لاندلاع حرب عالمية ثالثة ومشددا على أنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر وأضاف لفروف أن موسكو تأمل أن لا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أوكرانيا ووصف وزير الخارجية الروسي مخزونات الأسلحة التي تم تسليمها من الدول الغربية إلى أوكرانيا بأنها أهداف مشروعة متهما للغرب بنفي حق روسيا في حماية حدودها